قال لي هارا كان كنتي باغت قتليها وباغتنا نخلي وكتنشي في حالة بحالة لما وقع وعلو أرجع ضربها مرة أخرى حتى داخل وما بقعت عفات رسافين كيلة وبدأت كتبكي وترغب قالت جاء عندي واحد قبيلة ووراني صورة هاد البند وقال لي يا حقني هب هذا رفضت وهو يجبد التليفون ووراني تتبيرت ولدي في الحضانة قال لي يا إلا ما درتش هادش اللي قال غادي قتله طاحت على ركابيها وديرا إديها على وجهه وكتبين أما را كانوا صيف كيشوفوا فيها وبين عليهم عصبين وساختين ولكن وخاها كاك بقات فيهم شافوا في بعضياتهم كيهضروا غير بالعينين عارفين شكون يقدر يكون بغيقة الغدير شكون من غيرهم الأهداف اللي حاسدين بالخطر ومنهم من أبديل صيف اللي ولا هاد الأخير حاسبوا شخص غريب عليه ما شيب بها را كان قال وقفي وبارك كم اللي بك سمحيني مزيان أش غادي نقول ليك غادة تمشيت جريء تعايتها على الطبيب وتقولي ليه لمريضة جاتها حالة توقف القلب يلا مزحي وجهك ودير يدك شي اللي قتليك وقفاتك تبسح بدموحة وما فهماتش علاش قال ليها تدير عكا ولكن مشات نفدات شنو قال ليها جات طبيب وصدرا كان الغرفة وشرح ليه باللي حياة غادير في خطر وخاصهم ينقلوها من هنا ويعلنوا على خبر وفاتها المزيان هاد فهمات الممرضة شنو واقع اعلن الطبيب وفات المريضة غادير وخرجه وورا كان يقدروا راك خرجات الممرضة وهي ممتنة لهم حيث لو كان عرفوا الاخرين اللي هدوها باللي ما قتلاتش غادير غادي يصفيوها لها هي وولدها وقدام غرفة الصخب واقف الأم ديهاي وعينيها حمرين بالبكا وجنبها سيراج جات طبيب ودخل عند الصخب وشاف حالته وخرج وقال ليهم الخبر المحدد أنه دخل في غيبوبة وما عندهم حتى شي فكرة امتي فيك الأمر وقيا نهار التمناك وغابت على الوعي نقلوها لغرفة أخرى وعلقو لها سيرون سيراج بغي حماك ما حير توفوه اللي يراعز ويعلم الله واش يرجح الفيق أو لا أو لا لمو اللي ما قدرات تصبر على ولدها تادي يوم باطيء وكحل على كلا الجانبين را كان تكلف بكل شي باش تنقل غادير من التمناك وقرر يديها خارج البلاد باش يعالجها واحتل حمايتها من الأشخاص اللي باغين يقاديوها سيف ما تحرقش من حداها ابقى قال الجنبها وشاد لها فيدها حتى حس بها تحركات وهو يهزرزه بينت ليه كتحلف عينيها وعنقها وقبل خطها قال لها الحمد لله على سلامتك غادير كتسمعيني ظهرت عنده بتاسمات وقالت هاه وهو يقول لها سيف خرجتيها مني خلعة كيف كتحسن؟ قالت مزيان تفكرات شي حاجة وخرجات عينيها وشدات فيه تسيف وقالت له سخر سخر فينا هو شنوق علي وبدأت كتبكي وقالت كان معايا سيف سخر فينو يلا بغي يجاوب وهو يدخل راكان شافها فاقت وجا عندها ما حاش احتهبت عندها وعنقها بقوة وقال لها على سلامتك قالت راكان فينا هو سخر فاحد عليها وزير على قبضة ايده ما عرفش شنو يقول لها فيش كان جاي شاف سيراج وقال ليه باللي سخر بخلف غيبوها اينا عرفت ما غاداش تبغي تمشي تصابر قرر يكذب عليها لمصلحتها ما خاصهاش تبقى هنا فبتاسم وقال سخر بيه خير ما عندك علاش تخاف اقالت غاديا خاصنين مشي نشوفه عافا كديني عنده حاولت تحرق جسمها سففلي وما قدرها تش كتزير على رجلها باش تحركها ووالي مدات ايدها وحطاتها على رجليها كتلمس فيها شوية بدت كتضرف رجليها بالشهد وهزات راسها كتشوفي هون ودموحا بعدين شلع قالت ما كان حش برجلية رجلية ما لهم علاش ما كان حش بهم سيف قال لها كيفاش وهو يقول راكان كيفاش ما كتحسيش برجليك غاديا بدت كتبكي وقالت رجلي رجلية ما كان حش بهم بدت كتضرف بهم بهستيريا وقالت علاشا ربي علاش سيف قرر منه وشدليها في ايدها باش ما تبقاش تضرف عيني حمارو ومغرغرين منظر ها قطع ليه قلبي وبقارة كان بدوره مصدوم خرج كي يجري وارجع بعد لحظات شانق على الطبيب دخلوه وكي غوث قال له شوف شنو عندها علاش ما كتحش برجليها ايش كنتو كتديرو في غرفة العمليات قال ليه الطبيب ممكن تخرجوا بخاصنين فحصها خرج راكان وزيف كيتسناو على برا مصدومين ومقادرين شي تخيلوا ان غادير غدا تولي مقعدة بعد عدة دقائق خرج طبيب وبلغهم بالخبر المعصد وباللي فعلا تشلات من نصفها الصفلي وفقدات في قدرة على المشي بسبب الحادث دخلوه عندها محصرين على حالتها بانت لهم جالسة مسندة على المخاد وساهيو دموحها غادين بحدهم بدون صور ما عرفوش اشنو غادي يقولوا لها وباش يقدرو يوسيوها وبعد صمت طويل خبرها راكان بي اللي غادي ياخدها الخارج باش تتعالش وخاصة دابة فاش عرفو باللي تشلات ما عرضاتش حدها اكتفت بالصمت وخلتهم تكلفوا بكل شي وفي اليوم التالي خرجوها من المستشفى مباشرة المطار كانت اول مرة تستعمل الكرسي المتحرك فبقات ملتاز ما الصمت وغير كتشوف بعينيها ودعا تسيف في المطار ووعدها يخلط عليها في اسرع وقت بازت الايام وغادير بدات كتتقبل الوضع شوية بشوية وبدات العلاج مع راكان اللي كان صعيب عليها ولكن اللي محفزها هو انها على الاقل قادت ترجع التحكم في حياتها وخا غدا تعيش مقعدة الباقي حياتها الا انها غادت تعالج من المرض وسامدي والماضي الاسود شلسات التنويم المغناطيسي مكانو سهلين وبدات غادير كتحس بالتغيير والتحسن وفرحات لحالتها ولكن ديما ضحكتها كانت ناقصة وكتسها بالزهر وفي الليل من اللي كتبقى بوحدها كتقلس تفكر في سخر واخر حاجة وقعات اعترافه لها بحبه والحادث وعجزها على المشي ومجيئهم البلاد اخرى فجأة كتساءل مع رأسها على احواله واش بيخير وعلاش ياتورة ما سولش عليها والصاف ينساها كتبكي حتى كتعيا وكتنعس على امل شي نهار تسمع اخباره او لا تشوفه في اللول كانت كتسوه لراكان عليه وكيقول لها مشغول مع الخدمة والقضايا وكتحس باللي كيتقلق وشوية بشوية مبقاش كتسوه وفي المغرب داز اسبوع على السخر هو مازال مفاق من الغيبوبة رقية وصيراج ديما في جنبه كيتسنى وبيفارغ الصبر انه يفيد وكباقي الايام كانت قال سحده راسه كتقرع عليه القرآن وكتدعيمها حتى شافت عيني كيتحركه ناضت بالضربة كتدوس ايدها على وجهه فرحانة وكتبوس فيه وكتضحك دخل سيراج وغير بعل ليحا العيني مشا كيجري عيد على الطبيب شافه الطبيب وطمأنهم عليه قرب عنده سيراج ودرب ليها لكتفو قال لي على سلامتك السبع خرجتيها من نخلها شاف جهة الباب وكان واقف عمر متكي على الحيط ومربع ايبديه كيشوف فيه وهو يقول له سخر فينا هي غاتية رقية قالت له شكون هادية ولدي عمر بقى ساكت وهو يقول سخر رأسه ولتك زحمة سيراج قال واش البنت اللي كانت معاك فاشترتك سيدا قال ليه سخر اه هي وهو يقول له سيراج للأسف ماتت بقى ديك ماتت كتتردد ليه في ودنيه اجمت في بلاسه وعينيه حماروط غرغرو بالدماء حس بحال ليلى قد تحتي ليه قلب وطراف طراف كيفاش ماتت اللا مايمكنش تموت نزليت دمعة من عيونه كتجري بسرعة دور وجهه الجيهة الخرا بش ما يشوفه حتى امسحها وحيضلغ طونات بحال ليلى ركبتي ليه هدو وهو يقول له سيراج انت فين غادي واش مقادر حتى توقف مقاد وخارج رجح لبلازتك حتى تبرا قاع كان كان هص بيطار ولكن ركزتي فيها صخ عاد فايق من قومة ويديك مهربسة يقلس حتى تبرا دار عنده عيني حمرين كيبريين وانتار منه ايده ودار خارج حس بسيراج شد فيه مرة اخرى وهو ينفاجر اقال ليه واتلق مني كتعرف اشنا هيطلق مني ودار عند عمر وقال له جيب لي ياما نلبس قبل ما نحرق هدس بيطار خرج عمر بدون نقاش جاب الطبيب ووسى واحد من الرجال يجيبوا لسخر ما يلبس بقاتهم هو سيراج غير كي يشوفوا فيه ما عارفين ما يديروا كيفاش حتى التقلف لحظة بقاهم تبعين له العين غادي جاي في الغرفة وكيصوت وهي تقول له رقيا سخر ملكا ولدي واش كنتي كتعرف ديك البنت الله يرحمها وقفوا دار عندها شاف فيها وضرب الكرسي برشلو وقال بعصبية ما تقوليش الله يرحمها الواليدة ما تقولي هاش هي ما ماتتش قال ليه سيراج تهدنا صاحبي ما لك على هاد الحالة واش يلا قلتي ما ماتتش غدا ترجع لا يهديك حضر عقلك غوت عليه سخر وقال له ما ماتتش هي ما ماتتش ما نعودش نسمع هاد الكلمة مرة اخرى خرج بخطوات مسرحة وعمر تابعهم اللور توجه لاستقبال وقال لمريضة غادير الأشقر هنا غرفة طابت في الباستيل اسم وطلعوا لها المعلومات وهي تهز رسها فيه وقالت لمريضة ماتت أسبوع هادا السخر زير على ايديه وقال متأكدة شكون الطبيب اللي كان مسؤول عليها قالت ليه اسم الطبيب وسولها على فين يلقاه وراتوا المكتب ديالو تحرك بخطوات مسرحة ومشال عند الطبيب تخال عليه كيف الرعداء شنق عليه وهزه من فوق الكرسي وبدأ كيعطي فيه لكمات وحدامة وراء اخرى ادخل عمر وعتق الطبيب من بين ايديين السخر وجر معاه السخر وخلاه الطبيب جالس في الأرض خرجوا من المستشفى وطلعوا للطموبيل بغا يخر السخر ويرجع للمستشفى قرب الهالي هون حتى وقفوا عمر وبدأ كيعاود لي على شحال من حاجة وقعات فاش كان كوما أول حاجة قال ليه باللي اكتشفوا بأن الحادث كان مقصود وبفضل كاميرات المراقبة قفضوا على سائق الرموك وحاليا هو مسجون واعترف باللي خدمه بلغ طائل من المال ولكن منطق باسمية حد عدبوه مزيان وما قالش شكون صيفته تأكدوا باللي فعلا ما عارفش ووصف لهم فقط الشخص اللي جا عنده وكان بنفس مواصفاته صنوق اللي كان صيفة خديجة الغدير بعد ما اسمع السخر هادشي كله غير ما زادت عصب وملامحه تقلبات وولله بحالشي وحشبه غيف تارس اللي جا قدامه تحرق عمر من تمناق ووصل صخر لداره خرج من الطموبيل وطلع للشقة وافتح الباب ودخل وتوجه للدوش ديريكت وفي اليوم الموالي ارجع صخر الخدمة وكله إصرار يلقى هادو اللي كانوا السبب ليه في الحادث وش حال من حاجة اخرى جاهد الايام كان مراقب وهو بدوره كان دير الاحتياط في اي خطوة خطاه وقدام حسيم السي ركز يلقى الشخص اللي غادي يساعدهم على الوصول دكشي اللي باغي بلا ما يخلي آتار وهنا فاشتار تحركاته ولقى هيلر أبرع هاكر في البلاد واللي كانت هويته غير معروفة ويوم ورا يوم كيبحت وما تهنح تقدر يعرف مكان هيلر ما تفاجأش باللي هي فتاة وما هموش الامر بتاتا المهم عنده هو يوصل دكشي اللي بغاه وهي الوحيدة اللي تقدر تساعده واللي الاسم ديالها الحقيقي هو أسير قال لها باش تدخل ملفات الشرطة السرية قال لها باللي النظام محسن من الهاكت خاصة الدواسة السرية وبغاها تدخل لهم قبل ما يعقوا باللي شي حد اختارق النظام وبالفعل أسير اختارقات النظام وجبدات ليه قاعدك شي اللي بغه سولها الصخر واش هي فعلا متأكدة باللي معاق بها حتى واحد قالت ليه أتي تستبحان الشبح ما عندهم حتى في كرب اللي سيستام تختارق وفي أرقى أحياء مدينة لوس أنجلس كتتواجد مطاحة من أشهر المطاحات في المنطقة وقفرة كان أمام غرفة في الطابق الأخير دق وفتح الباب كيقلب عليها بعينيه ما بانتش ليه تاجع للبالكون اللي كيطل على الحديقة الكبيرة واللي مزينة بأجمل الأظهار والنباتات وقف في باب البالكون كيتأمل في الإنسانة لقدامه الباراء الطاغية على وجهه وشعرها الحريري كيطيره الريح دارت شافته وهيت باستمليه حطات إيدها على عجلات الكرسي المتحرك دوراته قربات ليه حتى وقفات مقابلة معاه بتازمات غدير وقالت أصبح الغير دكتور راكان راكان تحنبازها في جبهتها وقال صباح الورد والياسمين الأحلى غدير قال ليها كيف حاستها؟ مزيان قالت بديت نتقبل الوضع حضرت عينيها وشافت فرج ليها وقالت وخاوليت ناقصها ولا كي الحمد لله قلت قرفوسا مقابل معاه وقال حاشا وش تكوني ناقصة ماشي حي تفقدتي القدرة على المشي صافي ناقصات فيك شي حاشا شد إيدها وقبلها وقال ياك في أنك تبقاي كيف منت غدير لك العرب خاصة ده بفاش العلاج بدك يعطي نتيجة من ليه تعالجي من مرضك كل ين غادي نديك عند أحسن الأطفاء وترجعت مشي من شديد صحبات إيدها من بين إيد دو قالت أنا راضي بهذا الشي اللي كتاب عليا وكيف ما قال الطبيب نثبت أنني نرجع لمشي ضئيلة إلا ما كانتش من عدمها راكان قال ليها شحال من حالة قبل منك قالوا لي هم الأطفاء نفس الهضرة ورجعوا كيمشي كل شي على الإرادة والنفس خرج راكان وكيف صد البهب أطلقت العينان لدموحها اللي حابسها هم النهار كامل ماشي أول مرة غدت بكي بل كل اللي لا قبل ما تنعس كتفزق وسادتها بالدموع عاد كتنعس كيتمدك شي في قلبها أسئلة عندها ما لها جواب ما قادرت سوى الحد أو لا تستفسر على شنو واقع وزادها الوضع اللي هي فيه شافت في رجليها والدموع كي يجريوا على خطها مدات إيدها حطاتها على رجليها كتورك عليهم بكل جهتها لعله وعاست حسبش حاجة ووهل وقت ما تذكرات باللي ما باقيش تقدر تمشي كي يرجعوا عليها الأوجاع وكتذكر الحادثة اللي داز عليها شهرين تقريبا وسخر اللي ما كي حيتش من بالها كتتسائل علاش ما سولش فيها وعلاش ما قلبش عليها واش نساها ولا عرف توضحها وما باقيش بغاها تحصرت على اللحظات السعيدة اللي دوزق بالحادث وفرحتهم اللي ما كاملاتش بعد ما اعترف لها بحبه حسات به كان صادق وداك الشي اللي قال خرج من قلبه إيدا علاش تخلى عليها ونهار فاقت في المستشفى القات غير راكان وزيف اللي بجنبها تخلعت عليه وخافت تكون وقعت ليه شي حاجة من اللي فاقت صباح كان وعينيها من فوخين من كترة البكال اللي بكات في اللي طلعت لها الممرضة الفطور وثولات على راكان قالت لها بليمشا المؤتمر في واشنطن وغادي يرجع لغتليه طلبات من الممرضة تنزلها للجردة حيت حاسة براتها مخنوقة وبغا تستنشق شوية ديان الهواء نزلتها الممرضة في المسعد وخرجتها للجردة الخلفية ما كان فيها حد غيره ما بجوش بقعت كتدفع بيها الكرسي وكتدورها في المناظر الخلابة استأدنات منها الممرضة ومشا تشوفش خلها وقالت لها ما تباعدش وإلى حتاجات شي حاجة تعيط لها في التليفون مديت لها التليفون اللي خلى لها راكان باش يتتاصل بيها ويتمأنع بيها ابقات بوحدها جالسة في الكرسي شعرها لك حل مطلوق على كتابها وجوهها تنور وعينها لمعو من اللي خرجات وشمات الهواء الضرق تحنات شوية وبدأت كتدوز إيدها على الورود وكتتحسس ملمسهم خطفات إيدها فاش حسات بشو كدرباتها في صباحة هزات صباحة كتشوف فيه خارجة من نقطة ديال الدم وخسرات ملامح وجهة بشكل طفولي كتتغبر حتى كتسمع ضراتك سمعات صوته موراها وهي تحس بقلبها قفض من بلازته جسمها تنمل عليها وإيديها كيترعته الحزن والفرح تخلطه عليها بغات الدور عنده وتشوف فيه تشبع منه وتستنشق ريحته وتعاتبه وتخاصم عليها حي تخلاها هاد المدة كلها كتتعدب ولكنها بطات عينيها فرشليها وحسات بالإحراج من حالتها ولات من دوي الإحتياجات الخاصة ما بقاتش غادير اللي كان بغافه حد الوقت نزلوا دموحها اللي حبساتهم حتى عينت وطاحوا كيشري حسات برأسها كتتحرك دورها عنده حتى تقابلات مها وما هزاتش رأسها فيه أهبطوا قلت القرفصة أو نفاس معها مت إيدو هز إيدها كيشوف في الجرحة اللي في صبحها حطها علش في فوق ومص من الدم اللي كان فيه وباسه هزات عينيها لمدمعين وشافت فيه مبتاسم وكيشوف فيها بحب وشوق كبير وباقي شد في إيديها وقال لي هو هو مبتاسم هاني داويته بقات مبلق عينيها فيه غمضاتهم وزيرات عليهم مزيان وعودات فتحاتهم بغت تأكد واش كتحلم ولا هو فعلا واقف قبالتها حلاتهم ولقاته باقي كيف هو كيشوف فيها بطريقة كالدوة بالتلش أرجع وقف مقابل معها وطلعات عينيها فيه مطبعة ومنطقات بحتكلمة غير كتشوف فيهم مطبعة شنو كايدية تحنى شوية عندها ودور إيدهم ورا خسرها هزها بخفة ولستقهمها وخشاها في حضنه ومدور إيديه بجوج على دهرها ومزير بكل قوة خشاها سوف عنقها وخدا نفسه طويل استنشق ريحتها وقال لها الله على راحة وهمس حدا ودنها وقال توحشتك ابقى تشاد دل صغر في درعانه بجوج ومخشية في حضنه كتلم من قلبها هاد شي ما يكونش حل ما قاداش على غيبة أعمال خرا ما قادراتش تقاوم فور محسات بدفق شسمه حتى هي بدورها خشاها ترسها في صدرو كتستنشق ريحته قالت هادا انتا ياك انا ما كان حلمش كيف ديما قال لها وهو مبتاسم كنتي كتحلمي بيا ها ايش كناك نديره في الحلم قولي خدودها توردو وحضرات عينيها نزل عليها شي خجل وجمعات فمها قبل ما تسرسر ليش وكان واقع فيها وهو بعيد عليها قال لها باقي شكة وش حلم وأخي يكون حلم غادي نخرج ليك من نون خطفك ونفدي فيك ذاك شي اللي دات عليها بنسبتك وهي تقول له غادير سخر علاش ما سولتيش فيها هاد المدة كلها كنت عايشة بحل الميتة كتدفع فيه باش يطلقها وقالت أهبطني ورجعني البلاستيك عاد جاي قال لي ها هداي بدايت كدرف فيها لصدره وقالت علاش خليتيني بوحدي كنت غادا نحمق فقط وسولت عليك وقالوا لي يا صحتك باخير علاش ما جيتيش عندي علاش وكنت بغيت نجيل عندك ولكن رجليا سخر أنا وليت مقعدة ما بقيتش نقدر نمشي رجع سخر ضمها وقال هادو اللي كانوا سبب في معاناتك غادي خلصوا غالي كان واحدك وهادش اللي وقع ليك أنا سبابه سمحي لي قالت غادير هادش مكتاب تكتب عليين واللي مقعدة بقية حياتي ونكون عبء على الناس اللي كان بغي قال لي ها سخر ما عمري ما باقي نسمع منك هادا الكلمة وإلا غادي نكع عليك بالمعقول غادي نبقى لاصق واخا ما عرفتش نو يقع ما تحلميش تفكي مني قالت غادير بس صح هو يقول إز جاي راه غادي نمرمدك هنا بتازمات وبعدات على عمقه وتقابلات مهاه وقالت وفين كنتي هاد المدة كلها قال لي ها سخر عندي أسبابي من بعد ونشرح لي كل شي عرفت يشنو كان واقع فيي وانا بعيد عليك راه كنت معد بكتار منك كل شي غادي توضح غير حتيجي دك خينا وغادي نوريه لقوالبكي في ديرين قالت غادير شكون هادا واش را كان قال لي ها سخر انهاروا بوحده حتان سالي لي نزل عينيه فيها وقال دوري ايديك على عنقه تغطيحي دورات ايديها على عنقه وكتشوفيه مخرجها من تمك شافتهم الممرضة وجاتك تجري وقالت فين غادي بيها سيدي ممنوع لي ها تخرج من هنا الى ساق الدكتور را كان الخبار غادي يجمعناك عاملين قال لي ها سخر سيري بحالك لنخرج فيك ومن لي يجيدك الكيدار قولي ليه سخر كي يسلم عليك وقريب يجيدين معاك سيلة الرحل حلطوا موبيل ديالو حط غادي رسد الباب ورجح جاب الكرسي حطه اللور وركب وخرج من تمال واحتاشي واحد مقتري منها بدأ غادي سايق وقال لي ها فراسك باللي في المغرب محسوبة باللي انتي من الاموات غادي ردارت وشافت فيه وقالت شنو؟ وهو يقول لها سخر فقت من الغيبوبة وقالوا ليه باللي مدي صدمات غادي رو قالت كنتي في غيبوبة سخر قال لي ها ماشي هذا هو المهم اصحاب الحسنات اللي سيفتوك لهنا بالاخبار وزايدين كتبو عليا حتى انا غادي رقالت سخر ما فعمت وعلو كيفاش مت وانت كنتي في غيبوبة وما قالها ليا حد واش كانت في خبار ركان سخر قال هادك هو راس الحربة هو ودك عشيرك حتى هو ولا فيها الدغل وهي دغل غادي رقال واش كان كي حساب ليك مت قال لي ها سخر لا كنت عارفك ما مديش كنت حاس وكان خاسني نتأكد كنت شوية غادي نقلب عليهم سبيطان احتمنعني عمر وعاود ليه علشنو وقع فاش كنت كوما وباللي را كان جابك الهنا باش تعالشي غير بغيت نعرف المصرفق اللي قالها ليه مني يتودار هاد المصرحية اللي يحت انا غادي رقالت ما بقيت فهمتو واش دابة انا محسوبة ميتة ولشنو قال لي ها سخر ما تشغليش راسك بحد الشي حاليا كان وعدك كل شي غادي تحال رجعتك تشوف الطريق وقالت فين غادي قال لي ها سخر عندي لدار قالت عندك دار هنا قال ليها اه كنت ساكن هناش حال هادا وهي تقول له واش ما غاديش رجعو المصحة سخر قال حتنصف في حسابي مع هاداك خينا وغادينا رجعك تكملي العلاج ديالك غادي رقالت كيفاش غادي تصفي مع هالحساب واش حيتك دب عليك عافاك بلمت دامس قال ليها سخر والله لابقات فيه والغد لي وفي العيادة كان واقف راكان وسط المكتب وجاء مع الموظفين وقحيح قال كيفاش ما كيناش واش انا في المان تحرك الشي قنت انجيل لقاها مشات معا من خدامانا مع الكوانب وقف حدا الممرضة اللي كانت مقابلة غادي كيشوف فيها شفات قسحة ابقي كيغوت عليهم وجل عليهم وبدأ كيدرف اللي جات قدامه مشا المكتب وشغل كاميرات ديال الجردة بالليه السخر وهو يتكحل بالعمل وضغط على قبضة ايديه بجوج وهو كيشوف في السخر جالس قبالة غادير كيقفل في صباحه وفاجعة النقاة وهزها وخرجها مها سد اللابتوب بالزعفة وزف بيه مع الحاد الليل كامل منعش جالس في المكتب وحط ايديه بجوج على رأسه كيخممه مع الصب شوي يسمح الباب التفرع للجهد وهو يهز عينيه بالليه السخر داخل كيف الرعدة ووجهه ما كيبشرش بالخير كله حمر وعرقه من فوخين عكس كيف كان البارح وقفرة كان مبادلو نفس الشوفات لغضب حتى واحد فيهم ما بغيت نازل وكله واحد مقص حراسه كتر من الاخر سخر مدئي الدورة دهروش بدل فردي ووجهه لرأس ركان وهو يقول له بسوط عالي قلبت عليها قلت ليك فوت ساحتي وفوتها عليك ما عندكش الحق تاخدها فين بغيدي وتدير اللي بغيدي انا هو اللي عنده الحق فيها هي ديالي انا ديالي كدف عم وبنفس النبرة رد عليها ركان وقال له انت السابب في اللي وقع عليها فقضيت القدرة على لمشي بسبابك ما قادرش تحميها بحد ومن بعد اسبوع ارجع صخر ورجع معه جادير المغرب اداها لدارو ومن بعد مشال دارهم طلع لموخوه ودازو ثلث ايام وكان واقف في البالكون كيقرف ميساس سيفطوليه عمار وهو يصوني ليه التليفون في ايديه جاوب صخر وقال نعم الواليدة رقية قالت بغيتك تجي اليوم تغدى معانا عندي شي هادرة نقولها ليك صخر قال اينا هادرة قالت ليه همو ايواجي وغدي تعرف قال صخر الواليدة مامساليش خليها النهار اخر رقية قالت ليه بحزن خاصة كتجي ضروري ماشي وقت ما هدرت معاك تجبدلي الخدمة واش انت عايش غير الخدمة ما بغيت تزوج ما بغيت تستاقر ودير ولادك على من خدامك تضربها التمارة بغيت غير نعرف صخرت عصبه وقال ايه جابش زواج للهضرة الواليدة بلما تجهليني تاني ارحم والديك الف مرة قلت ليك ما باقيش تجي بديلي هاد الموضوع رقية قالت شوف نقول ليك صبر تحت عييت وسايرتك وما كان حكرش ولكن هادا لا غادي تجي للدار وفكرة الزواج غير دخلها لدماغك واليوم نفكو هاد الجرة انا لقيت ليك البنت المناسبة وكنت منتشي باش نناقشو الموضوع بهدوء صخر قال الواليدة واش راكي شوية لا باس الى لقيت البنت تزوجي بيها انتينيت انا مخاصنيش رقية قالت جوج كلمات اللي عندي قلتهم الى ما جيتيش عمر بقي عيني يجيو في عينيك قطعت وخلات بركان شاعل في الداخل تيانو كيفاش بلان هاد الزواج اللي جا فجأة كان من قبل كتجبدليه الموضوع ولكن دغيك يغمق عليها هاد المرة شافها مصرر زي على قبضة ايدو وكيتحلف ابقى واقف ودير ايديح لجنابو هاز راسو الفوق وكيسوت ودماغه مرون فتح عينيه وزفر بالجهد ودخل وشاف غادير اجلس موراها وبدك يمشط لها في شعرها بتاسم وقرب عندها وقال لها تبغين تديك تتعرفي على بيان غادير دارت شافت فيه باستفهام وقالت شكون بيان قال لها صخر ولدي خرجت عينيها وقالت ها؟ اضحك صخر وقال ناري كل شي على هاد الحركة قال لها صخر ولد سيراش كنت عاودت ليك عليه باغت تعرفي عليه بتاسمات وحركات راسها بقاه وقالت اه بغيت وهو يقول صخر اوكي نمشي وده بنيت غادير قالت واش لداركم؟ فين عيشة ماماك واخوك؟ قال لها صخر اه علاش كينشي مشكيل؟ قالت غادير اه لا والو وقف والبس وهزها وهبط خرج حطها في التموبيل ودار الكرسي في الكوفر دار وطلعوا في سيرة سعيق بإيد واحدة خد التليفون ودوز المكالمة لامو وقال لها بلي جاي باش يتغدام حاهم حس بها فرحات وقطعوا حتى التليفون كانت الام ديالو وقفة في الكوزينة حتى الخدامات كيقادوا اطباق صخر مفضلة وهي كتقول لهم شنو يدير فرحانة حيتسمع كلامها وماشي بعيد تقنعوا بفكرة الزواج والتهنى من جهته سمحت صنات وخرجات من الكوزينة والخدامة غادين جايين كيعمروا في الطبنة ابقت واقفة في وسط الدار كتسمناه يدخل حتى كيبان ليها داخل ودافع قدامه كرسيمه تحرك قال سفيه فتاة ووقف قدامها وشاف فيها بابتسامة وهي بادلة لابتسامة متوترة ومفاهمة واحد نزلت عينيها كتشوف غادير اللي حادرة رأسها وكتلعب بإيديها ورجعت شافت فيه باستفهام قال لها سخر جبت معايا الضياف ما غاداش ترحبي بيها رقيا قالت نزلت عند غادير وسلمات عليها وقالت مرحبا بك بنتي غادير هزات فيها عينيها وهدرت بصوت خافت وقالت شكرا رقيا قالت تفضلوا تفضلوا لطبلة اجيتوا مع الغدام مشات صدقاته كالدور تشوف صخر وغادير تخربقاته مفاهمات والو شكون هادي اللي جام معاه وفين كيعرفها قلسات في مكانها المعتاد وعينيها على صخر اللي تحنى على غادير وهزها وجاي بها لطبلة العكل كتشوف فيه رقيا ومصدومة لاحظات الابتسامة اللي على وجهه والطريقة باش كيشوف غادير حطها في الكرسي اللي جنب ديالو وهي مظن نكمل الحركة اللي دار قدام الأم ديالو ادخل سيراج للصالة وهو يشوف صخر وبتعسم ودور عينيه بانت ليه غادير وفهمها طايرة عارف مجيه تصخر ماشي غير هاكك تقدم عنده مسلم على أمه وباس ليها راسها وتسالم مع صخر وقال أخيرا توحشتيني وجيتي تشوفني صخر قال له ايش غادي انتوحش فيك ما تعلم وهو يقول سيراج والله لا توحشتيني باينة في عينيك شكون هاد الزين صخر احقد حجبانه وقال حذر عينيك غادي انتقبهم ليك وهو يقول له صيراج آه هادي هي خلى صخر واقف وقرب عند غادير ومدليها ايده وقال آخيرا تشرفت في معرفتك قال ليه صخر قلست حنجر باين فيك الجوع وشاف سيراج إيلاف نازلة من تروج وطلق من ايد غادير ومشي قلس في بلاستو بعد ملعب على أعصاب صخر وحاجبوه شنودار وهي تقول إيلاف عندنا الضياف شكون هاد الزين قال سيراج ما زال معرفناش استي صخر واقي لكي تسنحت نشمع العائلة رقية طول الوقت محيداتش عينيها على غادير حاسبشي حاجة ماشي حتلهي وخاطرها ما مهنيهاش قال صخر حتن تغدا ونعرفكم وشاف فم مو قال باش ما توحلش شي ناس قال سين في الطبلاء وباشرو في الأكل وسكات غير تباصل وليفوشات اللي كيتقرقبو إيلاف كتسوه لسيراج بعينيها على شكون البنت اللي قال ساحدة صخر دار لها براسو حتل من بعدو نشرح ليك رقية وصيراج وإيلاف حاضين صخر اللي كل ساعة يكب الغادير في تبصيلها وكيقرب لها الأطباق متفاجئين بهذا الشخص اللي قدامهم ماشي هو نفسه صخر اللي كيعرفوه واحتى بتيسانتو اللي قليل فين كتبان ما فارقاتش وجهه كملوا الأكل وغادير طول الوقت كانت متوترة بنظارات الكل وحتى صخر اللي كل ساعة كيهدر حدا ودنيها سالة والأكل وصخر شاف بالأم ديالو وقال الوالدة عيطات عليها اليوم بغاد تهدر معايك موضوع مهم وحتى أنا بغيت نهدر معاك موضوع خاص ومهم كنت ناوين أجلو حتى نقاد أموري ولكن بما أنك مستعجلة وبغت دخليني للقفص الذهابي فمعلي غير نلبي لك طلبك كتشوف فيه كيهدر واش تفرح من هاد الخبر ولا تخاف حيت عارفة باللي ضغطات عليه وهو من طبعه ما كينساعش الأوامر بسهولة داك شي باش متخوفة من اللي جاي سيره اجدك على الكرسي كيسمع ويشوف في الوضع اللي باينا غادي يتوخر بما لا يحمد عقباه قال صخر بغياني نتزوج ياك رقيك تحرك راسها بقاه وهو يقول لها مزيان وحتى أنا صافي اقتنعت وغادي نلبي لك رغبتك شد في ايد غادير وحطها فوق طبلع وقال كان عرفك بخطيبتي غادير وقريبا زوجة صخر بن يازيد الكل مصدوم حتى من غادير بقيت كتشوف فيهم وسعى عينيها كيفاش خطيبته امتى هدشي وهو عمره جبدليها موضوع الزواج بقيت كتشوف ايدتي هوم اللي مشابكين وبغا تسحب ايدها وزير عليها ما خلاهاش شاف فيها وبتاسم ورجع شاف لأم ديانو اللي تسرت لها لسهن وما عرفت باش تبلات كيفاش ولدها غا يتزوج بفتاة مقعدة واش هادي هي اللي غا تعتاني به وتولد وتقوم بداره وولاده راه هو واللي خاصه يعتاني بها ويشد بها في اي حاجة بغا تديرها حتى الضوالات موحالكة تقدر تمشي لها بوحدها هي ماشي هادي اللي بغا وماشي هادش اللي فكرات فيه وتخيلاته في دماغها ما عندها حتى شي حاجة ضد غا دير ولكن ما يمكنش تقبل بها كزوجة لولدها مستحية نطقات بعد صند طويل وقالت ما يمكنش سخر هز حاجبه وقال كيفاش ما يمكنش رقيا بدون شعور قالت ما يمكنش تزوج بوحدة مقعدة ما يمكنش السخر قال وصوت عالي زعزع الفيلة كلها رقيا واقف كينهج وواصل وحد الدرجة ديال الغضب حتى وله كله حمر وعرقه بارزين كيشوف الأم دياله بشوفات قاسحين خبطئي الدولة طبلح تزعزع كل شي وقال كيفاش جرأتت نطقي بهديك الكلمة فينا هي الإنسانية والطيبة اللي معروفة عليك كتحني فينا تغراب عليك وتضل تبرعي وتساعدي الناس وعمرك حتى قرتيش حد ولا نزلتي منه كنت مفتاخر باللي عندي أم بحالك اللي كتشوف الداخل ديال الإنسان ماشي المظهر دياله ولكن خيبتي ضني فيك كون عايرتي شي حد آخر ما عنديش مشكلة ندوزها ولكن هي بدات لا ثم لا ما نسبحش ليك دارش في غادير اللي حابس النفس ومزير على شفيفها ودموحها واقفين عن درموشها عارف هاد الهضرة دراتها وضربات لها على الوطر الحساس وهي أصلا حاسة بالنقص من نهار ولات مقعدة وكان كيحاول ما يحسسهاش بإعاقتها طول هاد المدة وتجي اليوم تضرب لي كل شي في الزير وتحطمها كتر ما هي محطمة رجع هز عينيه اللي كي نفته النار وهدرب صوتها لي ونبرة غضب قال واش عارفة باللي الحالة اللي هي فيها بسبابي أنا بسبابي أنا ولات كتستعمل كرسي متحرك كان خاصني أنا اللي نكون في بلاستها ماشي هي في راسك بهذا الكلمة ضريتيني أنا كتر ما ضريتيها هي عمري ما غدي نسهها ليك شفتي وخد سمح ليك هي أنا ما غنسمحش ليك شاف في أخوه اللي جالس وما تدخلش نهائيا عرفهم مولي غلطات وما كانش عليها تشرحها غاتير بهديك الهضرة وهي أول مرة كتشوفها إلاف بقت جامدة في بلاستها وكتشوف درجة الغضب اللي وصل لها صخر عمرها شافتو هاكا أما رقية فبقت قالصة في بلاستها وحادرة راسها ساقلة وما زادت حتى شي كلمة أولاً صدمتها من ردة فعل صخر وصراخ عليها عمره في حياته الصوت عليها وخا كيكون محصب وتانيا دار فيها هي اللي هو على ود بنت غريبة غيكون عرفها غير البارح وجا كيقول لها بغيت زوجها وخا ما خلى ما قال ولكن ما زال ما برد لو ما كانت شمو هي اللي نطقاتها وكان شخص آخر كان غادي يكون منه تصرف وحداهم